أهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة ستكون مخصصة لطالب التعليم الصناعي الأقسام المعمرية ويكون معنا النهاردة إحدى التخصصات المعمرية وهو تخصص أعمال لجارة العمارة والنهاردة سيكون فيه مراجعة عامة على مادة التخطيط وإدارة الإنتاج الصف الثالث طبعاً مادة التخطيط نموذج الامتحان بيكون عبارة عن سؤالين السؤال الأولاني بيكون خاص بالمناقصات والعطاءات والجزء الثاني بيكون خاص بأعمال المؤيسات وعندنا طبعاً مؤيسات كتيرة هتركز النهاردة على مؤيسة منهم إزاي نعمل كشف الكمية وكشف المغلق لها طيب دلوقتي بالنسبة للجزء الخاص بالمناقصات والعطاءات يعني إيه المناقصات والعطاءات هنتكلم عليها بإطار بسيط كده بشكل مبسط أنا دلوقتي لو عندي قطعة أرض وعايز أقيم عليها مشروع فطبعاً بلجأ لي مكتب استشاري بروح للمهندس الاستشاري وبقول له على المواصفات اللي أنا عايزها في المبنى اللي أنا عايز أنشئه فبيأخذ مني المعلومات بتاعتي وبيبتدي يصغها بصورة هندسية وبيبتدي يحط الرسومات بتاعته وبيعمل كراسة تسمى كراسة المواصفات كراسة المواصفات فيها جميع المواصفات الخاصة بالمشروع من جميع الأسعار والبنود والمواصفات الخاصة بعملية الإنشاء والتنفيذ وكمان التشتباط بعد كده بيبتدي يستخرج من خلال الرسومات اللي عملها وكراسة المواصفات بيستخرج الرخصة الخاصة بالبناء بعد كده بيبتدي يطرح المشروع في منقصة عامة بيبتدي يعلن عنها إما منقصة بتكون عامة في الجرائد العامة أو عن طريق المقاولين المعروفين بالنسبة لهم زو سمعة طيبة وكمان التنفيذ بتاعهم بيكون جيد يبقى أنا ببتدي أطرح المشروع بتاعي في منقصة وبيبتدي المقاولين بيعرفوا بموضوع المناقصة بياخدوا كراسة المواصفات وبيبتدي يدفعوا تأمين ابتدائي قدره 2% من قيمة العطاء يبقى كده في جدية في الدخول بيبتدي المقاول بياخد كراسة المواصفات وبيديها للمهندس المعمار بتاعه بيبتدي يعمل المؤيسات بتاعته علشان خاطر يعرف التكلفة الفعلية للمشروع بعد كده بيتم تجميع هذه المناقصات وبيبتدي فرزها من خلال المكتب الاستشاري بعد كده المكتب الاستشاري بياخد أقل قيمة للأسعار بياخد العطاء أقل سعر بعد كده بيسند إليه المشروع في حالة لو عندي 2 مقاولين اشتركوا في نفس السعر بيبتدي يسند إليهم العمل وبيبتدي يجزع العمل على المقاولين الاتنين أو الثلاثة اللي رسع عليهم العطاء بعد ما بيرسل عطاء على أحد المقاولين بيتم تكملة التأمين الابتدائي بتاعه إلى 5% ويسمى تأمين نائي بعد كده بيستلم الموقع بتاعه المقاول بيستلم الموقع من المالك وبيبتدي ينفذ المشروع بتاعته في حالة إذا أتم المشروع تبقى للمواصفات الموجودة في كل رصة المواصفات بيتم إعطاء مكافأة للمقاون أما إذا تأخر بيتم دفع غرامة عن كل يوم تأخير يبقى احنا كده عرفنا التأمين الاتدائي وعرفنا التأمين النهائي التأمين اللي بتاقيه خضره 2% أما التأمين النهائي بيكون خضره 5% في حالة استناد العمل لأحد المقاولين ويسوه العطاء عليه بعد كده بيبتدي ينفذ المشروع لو في حالة إتمام المشروع في الوقت المحدد بيتم مكافأته أما إذا تأخر عن كل يوم بيتم توقيع غرامة عن كل يوم تأخير طبعا من حق المالك صحب العطاء أو صحب العمل من المقاول بدون إبداء أي أسباب أو في حالة إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل تبقى لشروط والمواصفات الموضوعة في كل رصة المواصفات أو إذا أظهر بطء فيه أثناء التنفيذ طبعا ده جزء بسيط خاص بالمناقصات والعطاءات هناخد دلوقتي نشوف الأسئلة بتاعتنا شكلها عاملة إزاي وإزاي نحل الجزء الخاص بالمناقصات والعطاءات تعالوا مع بعض كده نشوف عن السليت أول حاجة طبعا إحنا نرده عندنا مراجعة عامة على مادة التخطيط وإدارة الإنتاج خاصة بتخصص نجارة العمارة الصف الثالث عشرين وعشرين تعالوا مع بعض نشوف التخطيط طبعا زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة أننا عندي جزءين السؤال الأولاني بيكون على أي المناقصات والعطاءات والجزء الثاني بيكون خاص بأعمال الموايسات طبعا في المناقصات والعطاءات بناخد مفهوم المناقصة بناخد إجراءاتها وكمان خطوات تنفيذها أما الجزء الآخر وهو خاص بحساب كميات الأعمال وطبعا عندنا طبعا في الموايسات عندنا باب بحشوات مهرمة عندنا باب إسلام الطراز مروحة عندنا باب أو أبواب البلكونات وعندنا شباك شمسية وزجاج وعندنا الأرضية النهاردة هنركز فيه المؤيسات على شباك شمسية وزجاج تعالوا مع بعض كده نبتدي ونشوف شكل الأسئلة عاملة ازاي السؤال الأولاني بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة لكل من يفضل أن انت طبعا تكتب السؤال وتحط كمان الإجابة بتاعتك في كراسة الإجابة ما تكتفيش بالإجابة على طول تعالوا نشوف السؤال أو الجزء الأولاني بيقول لي الغرض من العقد العقد طبعا اللي هو طبعا اللي احنا قلنا عليه خاص به كراسة المواصفات هو تقديم العطاء عن عملية ما على أن يشمل العقد كل المستندات الخاصة بالشروط والمواصفات كل المستندات الخاصة بالشروط والمواصفات وأي تعديلات بيتفق عليها بين كل من المالك والمالك اللي هو صاحب المشروع والمقاول اللي هينفذ المشروع طبعا الإجابة بتاعتي بيكون صح لأن الغرض من العقد هو تقديم العطاء عن كل عملية أو عن العملية التي تنفذ على أن يشمل كل المستندات الخاصة الشروط والمواصفات وأي تعديلات بيتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمآور نمرت اتنين لصاحب العمل الحق في رفض أي عطاء لصاحب العمل اللي هو المالك الحق في رفض أي عطاء بدون إبداء أي أسباب كما أنه غير ملزم بقبول أقل العطاءات طبعاً احنا قلنا أن احنا بناخد أقل العطاءات ولكن من حق المالك اللي هو صاحب العمل ما يكونش ملزم بقبول أقل العطاءات فالإجابة طبعاً سليمة بيقول بيستحب بالعطاء تأمين ابتدائي قدره 5% طبعاً احنا ذكرنا في بداية الحلقة قلنا أن تأمين الابتدائي بيكون قدره 2% يبقى طبعاً هنا الإجابة خاطئة من قيمة العطاء ولا يدفع صاحب العمل أي فوائد عن هذا التأمين طبعاً في حالة دفع التأمين ما فيش أي فوائد بتتم على صاحب العمل يبقى طبعاً التأمين الابتدائي قدره 2% وليس 5% يبقى الإجابة هنا إجابة خاطئة نمرت أربعة على المقاول بعد اختاره رسمياً بعد ما بيرسل عطاء على أحد المقاولين الأقل سعر بيتم دفع تأمين نهائي طبعاً قدره 5% هو بيكمل التأمين الابتدائي 2% بيكمله لحد 5% من قيمة العطاء وبيوضع هذا التأمين في حساب صاحب العمل أو المالك يبقى الإجابة هنا إجابة صحيحة بيتسلم المقاول الموقع من المالك ومهندسه ومهندسه طبعاً المالك بيعين مهندس من قبله ولازماً المالك المهندس الاستشار بتاعه مسؤول عن إقامة المنشآت الخاصة بالعمل ويجب أن يكون الموقع صحياً طوال مدة التنفيذ يبقى بيتسلم المقاول الموقع من المالك ومهندسه ويكون خاص أو يكون مسؤول عن إقامة المنشآت الخاصة بالعمل ويجب أن يكون العمل صحياً طوال مدة التنفيذ طبعاً الإجابة هنا إجابة صحيحة السؤال الثاني ممكن يكون يقول لي تكلم باختصار عن كل من أولاً إيه هي مسئولية المالك؟ إيه هي مسئولية المقاول؟ إيه هي مسئولية المهندس المعماري؟ المهندس الاستشاري؟ إيه هو الاستلام الابتدائي؟ وإيه هو الاستلام النهائي؟ وإيه هي فترة أو مدة الضمان الخاصة بإقامة المشروع؟ تعالوا كده مع بعض نتكلم عن أول مسئولية وهي مسئولية المالك المقاول المقاول مسؤول عن اتباع لوائح التنظيم هو مسؤول عن تنفيذ كراسة المواصفات التي تم إعدادها من قبل المهندس الاستشاري كما أنه مسؤول عن التنظيم الصحي ودفع الأجور العمال والتأمين عليهم وجميع الأعمال بتستمر تحت مسؤولية المقاول بعد كده مسؤولية المالك والمالك هو صاحب المشروع هو مسؤول عن وصف الأعمال المطلوبة بيوصف الأعمال طبعا احنا قلنا في بداية الحلقة بيوصف الأعمال اللي هو عايزها للمهندس الاستشاري عشان يقدم أو يعمل للرسومات الخاصة وكمان يعمل ترخيص البناء يبقى هو وصف مسؤولية المالك هو وصف الأعمال المطلوبة وتقديم الرسومات والمواصفات ودفع المستحقات لمين للمقاول حتى تتم عملية التنفيذ نمر الثلاثة مسؤولية المهندس المعماري والمقاول طبعا المهندس المعماري ده بيكون خاص أو بيكون معين من قبل المقاول طيب هو بيكون مسؤول عن إيه؟ بيضمن هو والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهد جزئي أو كلي فيما شيدوه من مبنى طبعا احنا قلنا أن فيه فترة أو فترة ضمان بيكون قدرها سنة بعد الاستلام الابتدائي أو بيكون قدرها عشر سنوات بعد الاستلام النهائي مين المسؤول عنها؟ كل من المهندس المعماري والمقاول ولكن إذا كان المهندس المعماري غير خاص بموضوع التصميمات فبيتحسب بس على التنفيذ فقط وليس التصميم تعالوا كده بعد كده نتكلم مين هو المهندس الاستشاري وهي مسؤوليته طبعا احنا قلنا المهندس الاستشاري مسؤول عن تحضير الرسومات والمواصفات وإعداء كراسة المواصفات والإشراف على التنفيذ طبعا لازم يعين من قبله مهندس بيقوم بالمراقبة والإشراف على تنفيذ الأعمال حتى يتأكد أنها تتم بشكل سليم وفي الموعيد المحددة بكراسة المواصفات كما أن على المقاول الحصول على كافة البيانات اللازمة للتنفيذ من المهندس الاستشاري نتكلم بعد كده عن الاستلام الابتدائي والاستلام الابتدائي طبعا زي ما احنا قلنا بيكون بتعامل بعد الاستلام الابتدائي محضر من ثلاث صور بيعطي إحداها للمقاول وإذا ظهر أن الأعمال لم تنفذ فإن عملية الاستلام تؤجل إلى إتمام الأعمال المطلوبة ده المسؤول عن الاستلام أو ما يخص الاستلام الابتدائي طيب الاستلام النهائي الاستلام النهائي إذا قام المقاول بكل ما عليه من التزامات خلاص نفذ وقام بكل التزامات تبقى لكراسة المواصفات وشروط العظم بيتم الاستلام النهائي ويرد إليه تأمينه بياخد التأمين اللي هو دفعه اللي هو قدره 5% ولكن لا يعتبر الاستلام النهائي قد تم إلا إذا تم إثباته في محضر برضو من أصله 3 صور وموقع عليه من مهندسي المالك طيب إيه مدة الضمان؟ على المقاول أن يضمن الأعمال وحسن تنفيذها لمدة سنة كاملة من الاستلام الابتدائي فإذا قصر في ذلك فللمالك الحق في الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي تنشأ من ذلك طبعا إذا ظهر المقاول بطء في أثناء التنفيذ فللمالك الحق في إتمام العمل من خلال التأمين اللي هو موضعه لديه المقاول وعلى حسابه وممكن أن هو يسحب منه بقية التنفيذ ويوكله إلى أحد المقاولين المعروفين بطريقة الممارسة طب السؤال التالت يقول إيه؟ بتنقصب المناقصات عموما إلى مناقصة عامة ومناقصة مقفلة أو محددة طبعا إحنا قلنا في بداية الحلقة مناقصة عامة دي بيتم إعلان عنها في الجرائد الرسمية أما المقفلة أو المحددة دي بتخص أحد المقاولين المعروفين زي السمعة الطيبة والتنفيذ الجيد طبعا ننتكلم عليهم دلوقتي بالنسبة للمناقصة العامة وهي التي يسمح فيها لأي من المقاولين بدخلها مع شراط أن يكون هذا المقاول مقيد بسجل المقاولين لازم أن يكون المقاول مقيد بسجل المقاولين ويعلن عن هذه المناقصة بالجرائد العامة يبقى المناقصة العامة بيتم إعلان عنها في الجرائد الرسمية وبيتم سحب كراسة المواصفات ودفع التأمين الابتدائي وفي حالة رسول عطاء على أحد المقاولين بيتاخذ طبعا العطاء الأقل في السعر أما المناقصة المحددة أو المقفلة وده بتخص أحد المقاولين المعروفين وذلك لسمعاته الطيبة ولا يتم الإعلان عنها في الجرائد ولكن بيتم الاتصال بالمقاولين المعروفين وكمان أو بنبعث لهم تلغراف خاص بهم وذلك لما أظهره من تنفيذ جيد في المشروعات السابقة كذلك سمعاته الطيبة في السوق وفي أعمال التنفيذ تعالوا كده مع بعض نكمل السؤال الرابع بيقول لي متى يحق للمالك سحب العمل من المقاول هل يطارى للمالك يحق له سحب العمل من المقاول وما هي النتائج التي تترتب على هذا السحب طب وبعد ما بيسحب العمل من المقاول إيه اللي بيتم؟ تعالوا نشوف مع بعض بيحق للمالك سحب العمل من المقاول إذا أشهر إفلاسه لو المقاول أشهر إفلاسه أو إذا توقف العمل مدة لا تزيد عن عشر أيام لو العمل توقف طبعا مين اللي هيقول لي أن العمل متوقف؟ المهندس المعين المهندس الاستشاري من قبله عشان يتابع ويشرف على أعمال التنفيذ إذا توقف العمل مدة لا تزيد عن عشر أيام أو إذا أظهر بطئا في سير العمل طبعا كل فترة من فترات التنفيذ أو الإنشاء لها فترة معينة بتتم فيها في خلال هذه الفترة إذا أظهر المقاول بطء في التنفيذ بيتم سحب العمل من المقاول أو إذا أخلى بأي بند من بنود العقب لو هو أخلى بأي بند أو لعب في المواصفات المذكورة في كراسة المواصفات جاب مواصفات أقل من المواصفات المذكورة يبقى بيحق للمالك سحب العمل في حالة إذا أشهر إفلاسه إذا أشهر المقاول إفلاسه أو إذا توقف العمل مدة تزيد عن عشر أيام أو إذا أظهر بطئا في سير العمل أو إذا أخلى بأي بند من بنود العقب طيب وما يترتب على سحب العمل إيه اللي هيتم بعد سحب العمل من المقاول؟ أولا بيقوم المالك بنفسه وعلى حساب المقاول من خلال التأمين المودعه بتنفيذ جميع الأعمال التي لم تنفس بعد يبقى أول حاجة بيكمل هو على حساب المقاول بيقوم بتنفيذ الأعمال اللي هي توقفت في هذه الفترة تاني حاجة بيبتدي يطرح كل أو بعض الأعمال المتبقية في منقصة جديدة أو بنشوف العطى الأقل اللي هو بعديه وبيتم إسناد العمل إليه ثالثا بيتفق مع أحد المقاولين اللي هي اللي إحنا هنا عليها ودي بتسمى طريقة الممارسة إن أنا باتصل بأحد المقاولين المعروفين في السوق زي السمعة الطيبة والعمل الجيد وبنسلد له تكملة المشروع الباقي طيب السؤال الرابع بيقول لي إيه هي طرق أو هناك طريقتين لترسية العطاءات؟ إيه هي الطريقتين دول؟ تعال نشرحهم كده مع بعض قلنا الطريقة الأولى وتسمى وهي إسناد العمل إلى مقدم أقل عطاء زي ما احنا قلنا بعد ما بتدينا ناخد العطاءات اللي استلمناها بيبتدي نشوف أقل عطاء بنسند إليه العمل للي هو المقدم أقل عطاء في الطريقة الثانية في ترسية العطاءات اللي هي بتكليف الأمر المباشر أو ما يطلق عليها طريقة الممارسة اللي إحنا هنا عليها بنتصل بأحد المقاولين المعروفين وبنتدي نسلدنه العمل بطريقة الممارسة يبقى أنا عندي الطريقة الأولانية في إسناد هي إسناد العمل إلى مقدم أقل عطاء على أن يكون أكثر المقاولين كفاءة وصمعة وإذا تساوى عطاءات زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة بيتم تجزئة الأعمال بينهم فيما بينهم ثانيا طريقة الممارسة وتتم بالعرض على عدة مقاولين من الذين يصق في كفاءتهم يعني مش مقاولين واحد ممكن مقاولين كتير بيبتدي يشتركوا فيما بينهم في إتمام العمل وطبعا هذه الطريقة لا يتم الإعلان عنها في الجرائد ولكن بيتم الاتصال أو بعت التلغراف لأحد المقاولين ده كان الجزء الخاص بالمناقصات والعطاء يارب نكون قدرنا أن احنا نلم الجزء ده هو جزء بسيط وبييجي سؤال فيه بيكون عليه درجة أوليلة لكن الدرجة الكبيرة بيكون على المؤيسة اللي احنا اشتغلنا فيها طبعا فيما سبق خدنا مؤيسة باب بحشوات مورمة باب إسلام الطراز وخدنا شباك شمسية وزجاج النهاردة هنراجع على الشباك لأن هي من المؤيسات المهمة جدا وطبعا هنشوفها النهاردة هنعمل لها طبعا كشف كمية المطلوب فيها كشف الكمية وكشف المغلق وقلنا فيما سبق أن الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي بعرف أطوال مكونات الباب أو الشباك بالمتر الطولي بعد كده ببتدي أجمع بشوف المبنى اللي أنا هنشئه دوت محتاج أركب فيه كام باب أو كام شباك وأبتدي أجيب الخشب بتاعي والخشب اللي احنا بنستخدمه طبعا من الصف الأول وهو الخشب الموسكي يبقى درسنا في أولة وتانية وتالتة الخشب الموسكي وعرفنا أن الخشب الموسكي من الأخشاب اللي أنا وأطواله موودة في المغلق بأطوال تبدأ من تلاتة متر إلى ستة متر بزيادة قدرها تلاتين سنتي أما عرض الخشب الموسكي بيكون من عرض سبعة سنتي ونص إلى تلاتين سنتي بزيادة قدرها اتنين سنتي ونص والصمك بيكون بوصة إلى أربعة بوصة البوصة تقريبا اتنين سنتي ونص طبعا إحنا قلنا الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي أما الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب تعالوا مع بعض نشوف الموايسة زي ما انت شايفين هيجيب لي المسقط الرأسي للشباك هيقول لي طبعا مركب في فتحة مباني طول في ارتفاع طول طبعا اللي هي متر أربعين والارتفاع اللي هي متر عشرين زي ما انت شايفين الشباك مكون من أربع دولف شمسية باين منهم في المسقط الرأسي ضلفتين لأن نقاسم المسقط الرأسي نصف من الداخل ونصف من الخارج ويبلم التلات دولف الزجاج ضلفة ونصف زي ما انت شايفين ورق الشمسية من مميزات ورق الشمسية حجب أشعة الشمس وحجب روية ما بداخل حجرة وطبعا فيه فراغ ما بين الورقة والورقة قدره 3 سنطي لتجديد الهواء بالحجرة تعالوا مع بعض كده نشوف قاد المسقط الرأسي هيقول لي في ورقة الامتحان في السؤال الثاني الرسم الموضح عبارة عن المسقط الرأسي والقطاعين للأفك والجانيبي لشباك شمسية وزجاج مكون من أربع دولف شمسية وسلاس دولف زجاج مكون مصنوع من الخشب الموسكي ومركب على فتحة مباني فتحة مباني نركز مع بعض فتحة مباني لان احنا عندنا فتحة نجارة واحنا عارفين فتحة المباني من الحائط للحائط اما فتحة النجارة من الحل بمقدار خلوس 2 سنط طبعا فتحة المباني مركب فتحة مباني طول 1.40 في ارتفاع 1.20 المطلوب نعمل كشفين الكشف الاولاني وهو كشف الكمية التفصيلي لشباك واحد اما الكشف التاني وهو كشف المغلق العدد 6 شبابيك يبقى احنا نعمل كشف الكمية لباب واحد واحنا بنجيب الخشب بتاعنا هنجيب الخشب بتاعنا لعدد 6 شبابيك من نفس النوع طبعا جدوا القطاعات اللي أخشاب بيدوني هوت بيقولي اول حاجة قوائم ومعبرة الحلق من قطاع عرض 15 في سمك 5 الاوايم الرؤوس العليا للدرف الشمسية والزجاج الاوايم الرؤوس من قطاع عرض 10 في 7.5 في سمك 5 الرؤوس السفلة طبعا بيكون اكبر 10 عرض في سمك 5 قوائم ومعبرة وجلسة البر لان احنا طبعا بنتكلم عن الشباك بيكون من عرض 7.5 في تقريبا حوالي 1 سنتي وتسعة من عشرة ورق الشمسية ورق الشمسية سمناه ورق لانه سمكه طبعا 1 وربع والعرض بتاعه بيكون 5 سنتي وليه اطلق عليه ورق الشمسية لان ورق الشمسية من مميزاته حاج باشعة الشمس لكن ولكن في كشف المغلق بيقولي انا عايزك تجيبولي من قطاع عرض 10 في سمك 5 لانه مش موجود في المغلق عرض 5 في 1 وربع العرض موجود بدايته من 7 ونص فقال لي لا انا عايزك تجيب العرض 10 والسمك 5 تعالوا مع بعض كده نبتدي احنا ذكرنا قبل كده ان فيه الاطوال بعد ما بجيب الطول اللي انا عايزه بزود حاجة اسمها زيادات التشغيل وزيادات التشغيل دي عبارة عن ضفر 2 في 5 من 100 وتلسين 2 في 25 من 1000 طبعا انا شغال بالمتر فبقول 2 ونص معناها 25 من 1000 لاني بقسم على 100 وقلنا ان الضفر بزوده فيه اوايم الحل وفيه اوايم الضلفة يبقى اي كلمة موجود فيها قوائم حل او قوائم ضلفة بزود فيها ضفر قدره 2 في 5 من 100 اما التلسين بيكون قدره 2 في 2 ونص معناها 25 من 1000 ودي بزودها فيه المعبرة والجلسة وكمان بزودها فيه الرؤوس العليا والسفلة وذاكرنا قبل كده قلنا يعني فتحة مباني وفتحة نجارة طبعا فتحة مباني من الحائط للحائط فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني من مقدار 1 سنط خلوص يمين و1 سنط خلوص شمال زي ما انت شايف اهو من الحائط للحائط فتحة مباني والفتحة عندنا طول الفتحة 1.40 يبقى نقص منها خلوص يمين وخلوص شمال هتبقى 1.38 فتحة نجارة بالنسبة لارتفاع الفتحة من العتب حتى جلسة الحائط ودي فتحة مباني بتكون تقريبا 1.20 يبقى فتحة النجارة هنشيل خلوص من فوق وخلوص من أسفل هتبقى 1.18 فتحة نجارة وذكرنا قبل كده ان الحلق سمكه 5 سنط والعرض 15 بنشيل 1 سنط إفريز عشان هو المصد اللي بيقفل فيه الدولف يبقى سمك الحلق بعد عمل إفريز 4 تعالوا نوضحها تاني ادي سمك الحلق 5 بشيل 1 سنط إفريز يبقى سمك الحلق بعد عمل إفريز 4 والإفريز قدره 1 سنط هنبتدي نعمل كشف الكمية اللي هو الكشف الأولاني المطلوب مني بسطر الجدول بالألم الرصاص والكشف ممكن ياخد مني صفحة أو 2 أو 3 مفيش مشكلة بسطر الكشف وببتدي أكتب البيانات بتاعتي باند بيان الأعمال العدد القطاع بالسنطي عرض سمك الطول بالمتر ملاحظات طبعا الطول بالمتر هو الغرض من كشف الكمية لأن احنا قلنا الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي عشان كده في بداية الكشف بقول بالمتر الطولي خشب موسكليزول وابتدي أشتغل أول حاجة عندي في قطاعات الأخشاب قوائم الحل طبعا لوايم عندي العدد 2 العرض 15 السمك 5 أنا عايز أجيب طول قايم الحل طبعا القايم موجود في فتحة مباني متر 20 بشير خلوص من أعلى وأسفل 2 في 1 من 100 طبعا هتبقى فتحة نجارة متر 18 بعد كده هزود زيادة تشغيل اللي هي ضفر 2 في 5 من 100 يبقى الطول عندي هيبقى متر 28 يبقى طول القايم الواحد هيبقى متر كام 28 وأنا عندي قايمين تعالوا نوضح كده في شريحة منفصلة للتوضيح عشان خاطر تبقى أنت عارف أو ملم بموضوع إزاي بجيب طول قايم الحل هنقول إنه هو ده قايم الحل اللي أنا عايز أعرف طوله قايم الحل موجود في فتحة مباني متر 20 طبعا اتفقنا بشير خلوص من أعلى وخلوص من أسفل قدر 1 سم ويبقى دي فتحة نجارة هتبقى متر 18 هزود على زيادة تشغيل بتاعتي طبعا أنا شغال في الأوايم هزود دفر 2 في 5 من 100 يبقى دي 10 ومتر 18 هتبقى متر 28 يبقى طول القايم الواحد متر 28 طب بالنسبة للمعبرة المعبرة موجودة في فتحة طول الفتحة متر 40 بشير خلوص يمين وخلوص شمال أصبحت فتحة نجارة متر 38 هزود طبعا في المعبرة بزود تلسين قدره 2 في 2.5 معناها 25 من ألف يبقى خمسة ومتر 38 هتبقى طول المعبرة والجلسة متر 43 طبعا دي شريحة توضيحية لكن احنا هننفذ على طول في الكشف هنقول بند رقم 2 معبرة وجلسة الحل عندي واحدة معبرة وواحدة جلسة يبقى العدد 2 العرض 15 في 5 أنا محتاجة أجيب طول المعبرة وطول الجلسة هنبتدى نقول المعبرة موجودة في فتحة مباني متر 40 ناقص ماشي الخلوص من الجاتين واحد اتنين في واحد من مية واي حاجة مضروبة بحطها ما بين قصين زائد طبعا بزود زيادة تشغيل وبزود في المعبرة تلسين 2 في 25 من ألف يبقى بشيل 2 وبزود 3 يبقى متر 3 واربعين يبقى طول المعبرة وطول الجلسة الواحدة متر 3 واربعين البند اللي بعد كده أوائم الضلف طيب تعال نوع نوضح برضو إزاي بجيب أوائم الضلفة الأيم موجود في فتحة ارتفاع الفتحة متر 20 طبعا أنا بشيل خلوص من أعلى وخلوص من أسفل بشيل سمك الحلق بعد عمل إفريز من أعلى وسمك الجلسة من أسفل 4 من مية يبقى أنا بشيل 5 من أعلى و5 من أسفل يبقى 10 10 من متر 20 يبقى طول آيم الضلفة متر 10 يبقى طول آيم الضلفة كام متر 10 وطبعا ده آيم بزود 0 في 5 من مية يبقى بزود 10 على المتر 10 يبقى متر كام متر 20 تعالوا برضو دي شريحة توضيحية لكن أنا عايز على طول جدوى القطاعات الكمية طيب 3 أو البند رقم 3 قوائم الضلفة أنا عندي كم آيم؟ أنا عندي 7 ضلفة نركز في الحتة دي يا شباب أنا عندي 7 ضلفة زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة أنا عندي 3 ضلف زجاج وأربع ضلف شمسية عندي أربعة شمسية وتلات ضلف زجاج يبقى عندي 7 ضلفة الضلفة فيها آيمين؟ يبقى 2 في 7 بـ 14 يبقى أنا هكتب في العدد 14 آيم عرض الآيم 7 ونص في كام في 5 يبقى العدد 14 ولكن أنا عايز أعرف طول الآيم الواحد موجود في فتحة مباني متر 20 اللي هي ارتفاع الفتحة بنقص خلوص من أعلى وخلوص من أسفل بشيل سمك الحل من أعلى وأسفل بعد عمل الإفريز 2 في 4 من 100 زائد ضفر 2 في 5 لأن احنا هنا بنزود في الآيم ضفر قدره 2 في 5 من 100 يبقى أنا أدي 2 بن ناقص ودي 8 يبقى 10 وعندي 10 بالزيادة يفضل الفتحة زي ما هي طول الآيم متر 20 يبقى طول الآيم الواحد يطلع متر 20 تعالوا مع بعض كده نجيب الرأس إزاي نجيب الرؤوس طبعاً هجيب الرؤوس العليا للدولف الشمسية لوحدها لأن عددهم 4 وهجيب الدولف الزجاج لوحدها لأن عددهم 3 في حالة لو هجيب الرأس يبقسم على 4 في الزجاج هقسم على 3 عشان أجيب الرأس الواحدة ولكن هي نفس الطريقة طبعاً الرأس موجودة فيه فتحة مباني طول الفتحة متر 40 بشيل خلوس يمين وخلوس شمال واحد يمين واحد شمال خلوس بشيل سمك أي من الحل يمين وسمك أي من الحل شمال بعد عمل الافريز يبقى بشيل 5 يمين و5 شمال 10 من متر 40 يبقى طول الرأس متر 30 هقسمها على 4 رؤوس اللي هي عدد الرؤوس بتاعتي على 4 يديني طول الرأس 33 هزود تفريز اللي هو التقابل يبقى 34 بعد كده هزود تلسين قدره 2 في 2.5 معناها 25 ألف يبقى هزود 5 يديني طول الرأس الوحدة 39 بعد الزيادة هنبتدي نكتبها فيه الكشف بلد رقم 4 الرؤوس العليا للدولف الشمسية لوحدها والدولف الزجاج لوحدها ليه لوحدهم؟ لأن هنا العدد 4 دولف شمسية يبقى العدد 4 رؤوس عرض 7.5 سمك 5 عايزة جيب الطول زي ما احنا ذكرنا من شوية في الشريحة التوضحية فتحة المباني متر 40 بشيل خلوس من الجاتين 2 في 1 من 100 بنقص سمك الحلق من الجاتين 2 في 4 من 100 بزود 1 سنتي إفريز وبعد كده بأقسم على 4 بأقسم على 4 الأول يديني 33 بزود إفريز 1 سنتي وبزود 30 2 في 25 من 1000 يبقى 33 هزود عليهم 6 يبقى 39 يبقى طول الرأس الوحدة 39 الفرق ما بينها وما بين الروس بند رقم 5 الرؤوس العليا للدولف الزجاج أن هنا العدد كام 3 يبقى هقسم على كام هقسم على 3 طبعا نفس النظام هنقص خلوس من الجاتين هشيل سمك الحلق من الجاتين هقسم على 3 رؤوس يديني طول الرأس الوحدة هتكبر طبعا أنه أقسم على 3 يبقى 43 هزود 1 سنتي إفريز بتاعة تقابل الدولف مع بعضها وزود تلسين قدره 2 في 2.5 اللي هي معناها 25 من ألف لأنه شغال بالمت يبقى 6 ودي 43 يبقى 49 يبقى طول الرأس الوحدة 49 من 100 طبعا الرؤوس السفلة للدولف الشمسية برضو لوحدها والرؤوس السفلة للدولف الزجاج لوحدها العدد هنا 4 ولكن العرض 10 في 5 ليه ما خدناهمش لأن العرض هنا مختلف كانت الرؤوس العليا 7.5 لكن هنا الرؤوس السفلة عرضها 10 برضو هيطلع كما بالبند السابق رقم 4 يبقى 39 من 100 يبقى أخذها من البند رقم 4 بند رقم 7 الرؤوس العليا للدولف الزجاج برضو العدد 3 العرض 10 في سمك 5 برضو الطول هيطلع 49 كما بالبند السابق رقم 5 بكتب أو بقول كما بالبند السابق طبعا الإجابة كده مظبوطة ما فيش أي مشكلة ببتدي بعد كده أشوف البر البند بعد كده البر طبعا البر فيه أوائم ومعبرة ما ينفعش أخذه مع بعض لأن الأواي موجودة فتحة متر 20 لكن المعبرة موجودة فتحة متر 40 على العموم إحنا مسبتينها قبل كده الأواي مو المعبرة بنقص حكتين وبنزود حكتين بنقص خلوس وبنقص ركوب على نص الحل وبزود عرض البر وبزود قطعيات طبعا إحنا بنتكلم في الشباك يبقى كل حاجة من الجاتين من أعلى ومن أسفل ويمين وشمال طب ليه ما خدتش الأواي مو المعبرة لأن الأواي موجودة فيه ارتفاع الفتحة متر 20 لكن المعبرة موجودة في طول الفتحة متر 40 ولكن نفس البنود بنقص حكتين بزود حكتين بنقص خلوس وبنقص ركوب وبزود عرض البر وبزود قطعيات تعالوا بشوف كده مع بعض يبقى فتحة المباني متر 20 للأواي مو المعبرة بنقص خلوس من أعلى وأسفل 2 في 1 من 100 بنقص ركوب على نص الحل 2 في 2 من 100 طبعاً الحلق سمك 4 البر بيركب على نصه يبقى بيركب على 2 يبقى بنقص 2 في 2 من 100 ركوب على نص الحل بزود عرض البر من الجاتين 2 في 75 من ألف لأن عرض البر 7 ونص وأنا شغال بالمتر معناها 75 من ألف وبزود طبعاً قطعيات لا هي دفر ولا تلسين ولكن بزود قطعيات صبتة في الأبواب والشبابيك في البر بزود قطعيات قدرها 2 في 2 ونص يبقى بنقص خلوس وبنقص ركوب وبزود عرض البر والقطعيات بطرحهم من المتر 20 يديني طول الأوايي متر 4 و30 برضو نفس الكلام فيه المعبرة بنقص حكتين بنقص خلوس من الجاتين بنقص ركوب على نص الحل من الجاتين بنقص ركوب على نص الحل من الجاتين بنقص ركوب على نص الحل من الجاتين بنقص قطعيات المعبرة موجودة فيه ارتفاع طول الفتحة متر 40 بنقص خلوس 2 في 1 من 100 بنقص ركوب على نص الحل 2 في 2 من 100 بنقص ركوب على نص الحل 2 في 2 من 100 بزود قطعيات اتنين في خمسة وعشرين من ألف يديني طول المعبرة متر أربعة وخمسين تعالوا بقى نسجلها في كشف الكمية البند رقم 8 قوائم البر العدد اتنين سبعة ونصف واحد وتسعة وليه اتنين لأن سمك الحائط خمسة وعشرين يبقى البر من جهة واحدة ومن ناحية تانية أو الجهة التانية بنركب حاجة سماسة مدونة أو بكتة تعالوا مع بعض نعرف طول البر زي ما احنا قلنا هون متر عشرين بنقص خلوص ومنقص ركوب بزود عرض البر بزود قطعيات ديني طول القوائم متر أربعة وثلاثين أما المعبرة اللي هو بند رقم 9 معبرة وجلسة البر واحدة معبرة واحدة جلسة يبقى العدد اتنين العرض سبعة سمتي ونصف السمك واحد سمت واحد وتسعة برضو في المعبرة بنقص حاكتين بزود حاكتين منقص من الفتحة متر أربعين اتنين في واحد من مئة خلوص من الجهتين منقص اتنين في اتنين من مئة ركوبة على نص الحال من الجهتين بزود عرض البر اتنين في خمسة وسبعين من الف من الجهتين بزود قطعيات سبتة اتنين في خمسة وعشرين من الف يديني طول المعبرة والجلسة متر أربعة وخمسين تعالوا بقى البند المميز في هذه المؤيسة طبعا هو ورق الشمسية طبعا الكشف هنا أنا محتاجة أجيب طول وعدد محتاجة أجيب طول ورق الشمسية ومحتاج أجيب عدد الورق في الضلفة الوحدة تعالوا نجيب طول الورقة طبعا طول الورقة موجودة في فتحة المباني اللي هي متر اربعين في الطول متر اربعين طبعا هنقص خلوص من الجاتين هنقص صمك الحلق من الجاتين بعد كده هقسمهم على اربع ضلف يديني هنحصرهم في ضلفة واحدة بعد كده شيل عرض الايمين وبعد كده بزود زيادة تشغيل او لسان بالنسبة للورق بيدخل لسان واحد قدره واحد سنتي يمين واحد سنتي شمال في الاوايم بعد كده بزود زيادة تشغيل اسمها تأصيب قدرها واحد سنتي من الجاتين تعالوا كده نشوف مع بعض متر اربعين طول الفتحة بنقص خلوص من الجاتين اتنين في واحد من مية بنقص صمك الحلق بعد عمل افريز من الجاتين وابتدي اطرحهم من متر اربعين وقسم على اربعة يديني تلاتة وتلاتين دي كده عرض الضلفة هشيل عرض الايمين اتنين في خمسة وسبعين من الف لان احنا هنا الايم عرضه خمسة وسبعة ونص بشيل عرض الايم يمين وعرض الايم شمال اتنين في خمسة وسبعين من الف بزود لسان للتركيب ورقة الشمسية اتنين في واحد من مية وبزود تأصيب اتنين في واحد من مية يديني طول الورقة اتنين وعشرين من مية طبعا انا هكتب الكلام ده جوه طبعا كشف الكمية طب ازاي اجيب العدد زي ما انت شايفين ادي انا جايب ضلفة هي او ضلفتين تعالوا اشتغل على ضلفة واحدة انا عايز اجيب كام ورقة في الضلفة تمام هي الضلفة طوء اللي العدد موجود في ارتفاع الفتحة كام متر عشرين بنقص خلوص من فوق وخلوص من تحت اتنين في واحد من مية بنقص صمك الحل اللي هي صمك المعبرة وصمك الجلسة بعد عمل فريز اتنين في اربعة من مية بنقص صمك عرض الراس العليا خمسة وسبعين من الف بنقص عرض الراس الصفلة يبقى بشير اللي فوق واللي تحت بطرحه من الفتحة يديني تلاتة وتسعين اللي هي طول عدد الورق هقسمهم على الفرق ما بين الورقة والورقة قلنا الفرق او الفراغ ما بين الورقة والورقة قدره تلاتة سانتي اللي احنا بنسميه باسم الخطوة بغرض التهوية ويبقى يديني اقسمي تلاتة وتسعين على تلاتة من مية اللي هي الفرق ما بين الورقة والورقة يديني واحد وتلاتين ورقة هزود على الواحد تلاتين ورقة دليل يديني 32 ورقة بالضالفة الوحدة يبقى إذن أنا عندي في الضالفة الوحدة 32 ورقة بالضالفة الوحدة تعالوا ونكتبهم معا كشف الكمية بند رقم 9 ورقة الشمسية ملاحظ هنا أن العدد مجهول والطول مجهول تعالوا نجيب أول حاجة طول الطول موجود في طول الفتحة 1.40 بنقص خلوص من الجاتين بنقص صمك الحلق من الجاتين وقسم على 4 يديني طول الضالفة أو عرض الضالفة 33 هشيل عرض الأيمين 2 في 75 من ألف وزود مقدار دخول الورقة في الأوائم 2 في 1 من 100 وزود توصيب 2 في 1 من 100 يديني طول الورقة 22 هكتبها في بند الطول أما بالنسبة للعدد قلنا العدد موجود في ارتفاع الفتحة متر 20 بنقص 2 في 1 من 100 خلوص من أعلى وأسفل بنقص صمك المعبرة وصمك الجلسة من أعلى وأسفل بعد عمل إفريز بشيل الراس العليا 75 من ألف بشيل الراس السفلة عرضها 10 واللي يطلع عاصمه على 3 من 100 اللي هي الفراغ ما بين الورقة والورقة والمسافة ما بينهم يديني 31 ورقة هزود عليهم ورقة دليل يبقى عندي 32 ورقة في الضالفة الوحدة يبقى الضالفة الوحدة فيها 32 طبعا فيه الأربع دولف نشوف هيدونها ديها زي ما انتوا شايفين ادي ورقة الشمسية بتعمل على مكانة تسمى مكانة الملكان لذلك بيطلق على هذا النوع من الشبابيك لفظ ملكان في الصناعة وبتكون الورقة اما ذات حلية ملفوفة او حلية مصطوفة وهنا الفراغ او المسافة او الخطوة ما بين الورقة والورقة قدرها 3 سنتي زي ما انتوا شايفين دي انواع ورقة الشمسية ودي شكل الورقة ما للا جيت الخارج على زاوية 45 لحجب رؤية ما بداخل الحجرة والفراغ الموجود لتجديد الهواء بالحجرة طبعا هنبتدي دلوقتي كشف المغلق طبعا بنذكر تاني احنا نشتغل على الخشب المسكي والخشب المسكي موجود في المغلق باطوال تبدأ من 3 الى 6 مد بزيادة قدرها 30 سنتي اما العرض من 7 سنتي ونص الى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص اما السمك من 2 ونص لعشرة اللي هي بوصل 4 بوصل طبعا هنبتدي كشف المغلق بنسطر الكشف برضو تاني بالألم رصاص ونبتدي نقول الكشف مكون من بند بيان الاعمال بسيف فراغ زي ما انت شايف كده لان الفراخ ده هكتب فيه اطوال الخشب المسكي هكتب 3 بالألم رصاص 3 3 متر 30 بزود 30 سنتي لحد 6 متر لان هاخد من بداية الكشف الاطوال الموجودة في المغلق يبقى لو الطول تلع عندي 3 متر مثلا 40 هبتدي اخد الاعلى 3 متر 60 يبقى انا عندي الاطوال بدل من اقعد افكر وابتدي اجيب من الاول لا هبتدي اكتبها ودي بتاخد عليها درجة برضو سيادة بعد كده بسطر الكشف بند بين الاعمال العدد المقاسات بالمتر طول عرض سمك لاني شغال بالمتر المكعب جزئية كمية تفصيلات وطبعا الغرض من كشف المغلق ايجاد كمية الاخشاب يعني البند دوت تعالوا مع بعض بقى نبقى نبقى كشف المغلق في كشف المغلق بتدي اخد الاطوال المتشابهة من حيث العرض والسمك في اول قطاع عندي عرض خمستاشر في سمك كام خمسة ايه هي البنود المشتركة في عرض خمستاشر في سمك خمسة عندي اوايم الحل العدد عندي اتنين طول الايم متر تمانية وعشرين البند رقم اتنين معبارة وجلسة الحل عندي العدد معبارة وجلسة بطول متر تلاتة واربعين بعندي ايمين وعندي معبارة وجلسة مشتركين في نفس القطاع هاخدهم مع بعض في بند واحد واروح على بند التفصيلات هبتدي ببند التفصيلات الاول هرسم لوح خشب او خطين الفرق ما بينهم واحد سنتي وقسمهم جزئتين وجزئتين جزئتين للأوايم عدد اتنين أوائم وعدد واحدة معبارة وواحدة جلسة وابتدي اكتب جواها الاطوال بتاعته وابتدي اجمع متر تمانية وعشرين زائد متر تمانية وعشرين هبتدي اجمع الاطوال يديني طول لوح الخشب خمسة متر اتنين واربعين طبعا معداش الستة متر لان اخر حاجة في المغلق ستة متر طبعا مفيش عندي خمسة متر اتنين واربعين هياخد خمسة متر سبعين الاكبر او بالزيادة طبعا اللوح ده كان بتاع شباك واحد وانا عايز اعمل ست شبابيك يبقى جيب ست الواح عشان اعمل ست شبابيك واروح على بداية الكشف هقول طبعا بالمتر المكعب خشب موسكيليزوم اول قطاع خمس شرف خمسة وحط العرض خمسة عشر من مية والسمك خمسة من مية انا عايز اجيب الطول وعايز اشوف الجزئية والكمية والعدد تعال طبعا احنا هنا العدد هيجيبه ستة الواح طول اللوح الواحد خمسة متر سبعين عايز اجيب الجزئية هبتدي اضرب ستة في خمسة متر سبعين في خمسة عشر من مية في خمسة من مية يديني هاخد رقمين عشرين بعد العلامة يديني ستة وعشرين مع التقريب طبعا يبقى الكمية بتاعت الجزئية واحدة يبقى الكمية هي الجزئية لان احنا هنالغرض من كشف المغلق يجاد كمية الاخشاب يبقى البند واحد واثنين قطاع خمس شرف خمسة الكمية بتاعتهم تلعو ستة وعشرين من مية متر مكعب نكمل ثاني قطاع عندي وهو قطاع سبعة ونص في خمسة البنود المشتركة طبعا بند رقم تلاتة قوائم الضلف وكان عندي 14 قايم طول الضلف متر عشرين وكان عندي بند أربعة رؤوس العليا للضلف الشمسية عدد أربعة رؤوس بطول تسعة وتلاتين وعندي بند خمسة رؤوس العليا للضلف الزجاج وكان عندي تلات رؤوس بطول تسعة واربعين طبعا من الواضح ان احنا هنعدل ستة متر فهبتدي افصل القوايم دي الوحدها وناخد الرؤوس مع بعضهم في لوح خشب واحد تعالوا كده على بند التفصيلات نشوف هنبتدي نرسم أول لوح خشب للأوايم هاخد أربع أجزاء من الأوايم أنا عندي 14 هاخد أربعة ونجمع كده الأربعة في متر عشرين يديني 4 متر تمانين بجمع متر عشرين زايد متر عشرين بجمع اللوح بيديني طول اللوح 4 متر تمانين ينفع طبعا لأن الألوح موجودة 6 متر طيب أنا عندي 4 متر في المغلق أه طبعا عندي 4 متر تمانين طيب بالنسبة للعدد اللوح ده هنركز مع بعض يا شباب اللوح الموجود اللي احنا شايفينه دوت بتاع ضلفتين يبقى اللوح الواحد من دوت انا خدت اربع اجزاء طبعا الضلفة فيها ايمين طبعا اللوح ده اربع قوايم يبقى بتاع ضلفتين يبقى اللوح يعمل ضلفتين انا عندي سبع ضلف واجيب لوح تاني يعمل ضلفتين يبقى كده اربع واجيب لوح تالت يعمل ضلفتين يبقى كده ست واجيب نص لوح يعمل ضلفتين انا عندي اللوح يعمل ضلفتين هجيب لوح تاني يعمل ضلفتين يبقى كده اربعة هجيب لوح تالت يعمل ضلفتين يبقى كده ستة ضلف واجيب نص لوح يعمل ضلفة يبقى انا كده محتاج تلت ألواح ونص يبقى الشباك الواحد محتاج تلت ألواح ونص عشان اعمل شباك طب انا عايز اعمل ستة يبقى اجيب واحد وعشرين لوح حضرة بالستة تلتة ونص في ستة يديني كام واحد وعشرين لوح يبقى اذا العدد هيكون 21 لوح زي ما انتم شايفين العدد طلع 21 ليه لان الاربع اجزاء دول بتوع ايمين هجيب لوح تاني يعمل ايمين هجيب لوح تلت يعمل ايمين يبقى كده 6 دولف واجيب نص لوح نص لوح يعمل ضلفة يبقى كده 7 يبقى انا محتاج 3 الواح من دول ونص للشباك الواحد في 6 شبابيك يديني 21 لوح خشب بتول 480 طيب بالنسبة للرؤوس العليا للدولف الشمسية وزجاج انا عندي 4 رؤوس شمسية بطول 39 وعندي 3 رؤوس بطول 49 هجمعهم مع بعض يديني 3 متر 3 طبعا ما عنديش 3 متر 3 في المغلق بجيب 3 متر 30 اللوح ده بتاع بشباك واحد وانا عايز اعمل 6 شبابيكي بجيب 6 الواح واروح على طول على الكشف بند 3 وبند 4 وبند 5 في بند 1 اللي هو قطاع 7.5 في 5 واكتبوا على جزئتين الجزئية الاولانية خاصة بالقوايم طلع 21 قايم العدد طول اللوح 4 متر 80 هبتدي اضرب 21 في 4 متر 80 في 75 من 1000 في 5 من 100 يديني 38 من 1000 باخد رقمين 20 وبقرب يديني 38 من 1000 طيب بالنسبة لبند 3 4 و 5 اللي هي الرؤوس العليا للشمسية وزجاج طلع العدد 6 الواح بطول 3 متر 30 هبتدي اضرب العدد في الطول في العرض في السمك يديني الجزئية 7 من 100 هبتدي اجمع الجزئتين مع بعض يديني الكمية بتاعت البند كله 45 من 100 متر مكعب يبقى ايزا قطاع 7.5 في 5 الكمية بتاعت البند 45 من 100 متر مكعب ناخد القطاع اللي بعديه قطاع 10 عرض 10 في سمك 5 كان عندي بند 6 اللي هي الرؤوس السفلة للدولف الشمسية كان عدد 4 رؤوس بطول 39 بند رقم 7 كان عندي الرأس السفلة للدولف الزجاج عندي 3 رؤوس بطول 49 وهناخد معهم بند 9 لان كان 5 في 1 وربع ولكن قال لي يؤخذ 10 في 5 هاخدهم مع بعض العدد طبعا كان 32 ورقة بالدولفة طول الورقة 22 من الواضح ماينفعش اخدهم مع بعض في جزئية واحدة فابتدي افصلهم على جزئيتين وهناخد الرؤوس السفلة مع بعضها في جزئية زي البند السابق تعالوا كده مع بعض نشوف في التفصيلات هنبتدي نحط في بند التفصيلات لوح خشب الفرق ما بينهم 1 سنتي وابتدي اقسم 4 رؤوس سفلة بطول 39 للشمسية و3 رؤوس للدولف الزجاج بطول 49 جمعناهم من شوية طلع 3 متر 30 يبقى انا هجيب طول اللوح 3 متر 30 اللوح ده بتاع شباك 1 وانا عايز اعمل 6 شبابيكي بجيب عدد 6 الواح طب بالنسبة للورق نركز مع بعض بقى لانه هو ده البند المميز في المعيز انا عندي العرض 10 هقسمه حطتين 5 و 5 ولكن عند الصمك 5 هقسمه 4 اجزاء صمك القطعة الواحدة 1 و 4 يبقى انا قسم الصمك 1 و 4 اجزاء والعرض جزئين طيب تعالوا كده مع بعض هقسمهم قد ايه هقسمهم 16 انا عندي عدد 32 طبعا لو ضربنا 32 فيه 22 هيعدل 6 متر هعمل ايه هاخد 16 جزئية واضربهم في طول الورقة 22 يديني طول 3 متر 52 ايه 3 متر كام 60 طبعا لو كنت خدت 32 هيبقى الضعف هيعدل 6 متر فخدت 16 نصهم يبقى هيديني طول 3 متر 52 الموجود في المغلق 3 متر 60 طيب اللوح ده بتاع كم بابت على كده ركز مع بعض ادي 16 ودي 16 ورقة يبقى 32 يبقى كده ضلفة ودي ضلفة يبقى كده ضلفتين وفي ضلفتين في العرض يبقى أنا اللوح ده يعمل شباك 1 وانا عايز اعمل 6 شبابيك يبقى انا هجيب 6 الواح تعالوا كده مع بعض نشوفها بشكل اوضح في شريحة منفصلة للتوضيح فقط ادي اللوح بتاعي عرض 10 في سمك 5 هبتدي اقسم العشرة نصين يديني 5 و5 اما السمك 5 انا عايز 1 وربع يبقى اقسمه 4 اجزاء 1 وربع 1 وربع 1 وربع 1 وربع عشان يديني 5 في 1 وربع يبقى انا هقسم العشرة 5 و5 وهقسم الخمسة 1 وربع 4 اجزاء زي ما انتو شايفين كده طيب انا اتفقت طبعا احنا ناخد مش هينفع ناخد 32 الورقة كلهم في لح واحد فهناخد نصهم 16 يبقى انا قسم 16 هقسم الواح دي 16 يبقى انا عندي 16 و16 32 ودي 32 يبقى كده ضلفتين ودي ضلفتين يبقى 4 ضلف يبقى ايزا اللوح ده بتاع شباك واحد وانا عايز اعمل 4 شبابيك عايز اعمل 6 شبابيك يبقى هجيب 6 الواح من نفس النوع من قطاع 10 في 5 بالطول اللي احنا جبناه او 16 في 22 هيطلع الطول 3 متر 3 متر 60 وهجيب 6 الواح من نفس القطاع هنبتدي نكمل كشف المغلق بند رقم 6 و7 و9 هناخدهم مع بعض ليه بند 9 خدناهم الورع الشمسية لان قال لي في بداية الكشف تؤخذ من قطاع 10 في 5 وطبعا هناخدهم مع بعض بس هنجزقهم على جزئتين هناخد بند 6 و7 بتول رؤوس لوحدهم والبند رقم 9 ورع الشمسية لوحدهم طبعا في الرؤوس العليا سفلة للدولة في الشمسية وزموية اكتلها العدد 6 طول 3 متر 30 هبتدي اضرب العدد 6 في طول 3 متر 30 في العرض 10 في السمك 5 من 100 يدين الجزئية 10 من 100 والبند اللي بعدين اللي هو ورق الشمسية البند المميز طبعا عليه درجات كتير هو العدق هجيب 6 الواح من طول 3 متر 60 عايز اجيب الجزئية بتاعته بضرب العدد في طول 3 متر 60 في العرض 10 من 100 في السمك 5 من 100 يدين الجزئية بعد حاصل الضرب بعد ما بقربهم رقمين 20 يديني 11 من 100 عايز اجيب الكمية لان احنا قلنا الغرض من كشف المغلق ايجاد كمية الاخشاب فابتدي اجمع الجزئية بتاعت بند 6 و 7 اللي هي 10 من 100 والجزئية بتاعت بند 19 يديني 21 من 100 متر مكعب ايه دي الكمية بتاعت البند اللي هو 6 و 7 و 9 طبعا البند اللي بعديه او القطاع اللي بعديه قطاع 7 ونص فواحد و 9 اللي هي كان بند 8 قوائم البر والعدد كان 2 بطول متر 34 وبند اللي هو البند اللي بعديه معبرت وجلسة البر اللي هو العدد 2 بطول متر 54 يبقى انا عندي القوائم والمعبرة العدد ايمين بطول متر 34 والمعبرة والجلسة بعدد 2 بطول متر 54 طبعا هناخدهم في لوح خشب واحد تعالوا مع بعدي كده في بند التفصيلات هنرسم لوح خشب الفرق ما بينه طبعا بالقلم الرصاص اتفقنا خلي دايما الجزئية بتاعت الرسم بالقلم الرصاص لكن البيانات بتاعتك بالقلم الجاف هنعمل 4 جزئتين للقوائم وجزئتين للمعبرة والجلسة طول القوائم متر 34 والمعبرة والجلسة متر 54 هبتدي اجمع الاربع اجزاء دول يديني طول 5 متر 76 طبعا معداش الستة متر ولكن مفيش خمسة متر 76 في المغلق فهجيب اللوح 6 متر كامل الموجود في المغلق طبعا ده بتاع شباك واحد يعايز اعمل 6 شبابيك بيجيب 6 الواح طول اللوح 6 متر هبتدي ادون الحاجات دي يتفيه كشف المغلق بند رقم 8 لزوم قطاع 7.519 اللي هو بتاع قوائم البر ومعبرة وجلسة البر العدد طبعا طلع 6 الواح طول اللوح الواح طلع 6 متر اللي موجود في المغلق العرض 75 من الف السمك 19 من الف ليه طبعا لاني شغال بالمتر فبقسم عالمية السبعة ونص تديني 75 من الف والواحد وتسعة تديني 19 من الف هبتدي اضرب عشان اجيب الجزئية بضرب العدد 6 في طول 6 متر في العرض 75 من الف نخلي بنا من العلامة في السمك 19 من الف يديني الجزئية بعد ما بنقربهم لرقمين عشريين 5 من مية يبقى الجزئية واحدة يبقى هي الكمية 5 من مية طبعا الغرض من كشف المغلق ايجاد كمية الاخشاب بالمتر المكعب فبتدي اجمع كل الكميات بتاعة القطاع انا اخدهم في شريحة منفصلة لوحدهم عشان نوضحهم مع بعض هبتدي ناخد الكمية بتاعة الاخشاب كلها اول قطاع عندي لزوم طبعا 6 شبابيك كان اول قطاع 15 عرض 15 في 5 الكمية بتاعتي طلعت 26 من مية القطاع التاني طلع 7 ونص انا بتكلم عن العرض والسمك القطاع عرض 7 ونص في سمك 5 سنتي الكمية بتاعتي طلعت 45 من مية القطاع اللي بعديه كان من قطاع 10 في 5 هناخد الكمية بتاعتهم طلعت 21 انا بجمع في بند الكمية طبعا دي شريحة منفصلة لوحدها ولكن انا بجمع كل الكمية في الكشف القطاع الاخير اللي انا لسه شغاله من شوية القطاع 7 ونص في 1 و 9 طلعت الكمية بتاعتي 5 من مية هبتدي اجمع الكمية كلها مع بعضها عشان اخد الكمية بتاعة الست شبابيك انا شغال كشف مغلق لعدد 6 شبابيك هبتدي اجمع 26 زائد 45 من مية زائد 21 من مية زائد الخمسة من مية يديني الكمية بتاعة الست شبابيك 97 من مية متر مكعب خشب موسكي نمرة 1 طبعا 97 يعني يكاد يكون 1 متر مكعب خشب موسكي طبعا دي الجزء الخاص بالمراجعة الخاصة بإضاءة تخطيط وإضاءة الإنتاج زي ما اتفقنا نشتغل الكشف بالألم الرصاص ننظر الورقة بتاعتنا ونبتدي نعمل كل سؤال في صفحة لو كشف الكمية خاد صفحتين أو ثلاثة ما فيش مشكلة نسطر الكشف وكذلك كشف المغلق خلي دايما كل رسومات بالألم الرصاص طبعا احنا بنذكر تاني الورقة عبارة عن سؤالين أو الامتحام بيكون سؤالين السؤال الاولاني خاص به المراسات والعطاءات والسؤال التاني خاص به مؤيسة زي ما انت شوفت بيطلب منك كشف الكمية وكشف المغلق بنبتدي نعملهم وننظم الورقة ويكون خطة كويس وطبعا اشوفكم على خير في الحلقات القادمة واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق دمتم في حفظ الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة